ماذا تريدك من إسكندرية المركز الإبداع؟ أنا قصة شغالة في شركة طيارة كنت مضيفة؟ مضيفة طيارة أم لا؟ طيارة طيارة فجدت النصيب فعرفت أن أستاذ خراية جلال بيعمل ورشة وكانت داخلين وقدمت أبليكيشن وحطت صورة ومشيت وسبتي الشغل أم لا؟ واخد أجازة تلوقتي دلوقتي واخد أجازة؟ بس فروحت قدمت أبليكيشن عادي ومشيت بعدها بعشر تيام كده لقيت أستاذ خارد يعني حد من عنده مركز بيكلم فأنا استغربت يعني أنا ساعتها كنت عاملة إعلان كده كان تريند ساعتها فأنا قلت أكيد أستاذ خارد تشاف الإعلان في حدث ثقة بظة منك كده فيه ثقة بظة والله العظيم بروحت بقى قالي قالي أنا ولا شفت إعلان ولا شفت حاجة أنا ولا عارف أهلك من هنا ولا أي حاجة طب أنا هنا ليه؟ فأنا حقال لي لأ أنا شفت الصورة فأنا عادة أشوف مين اللي بتضحك قوي دي كده ده كارتون ده ولا بجد بأوه بس فوسعتها وقعدت تكلم معي وقالي أنت معي في الواجب طب دلوقتي هل أنت المرحل اللي في شخصيتك ده مثلاً زاد أو جالك من نوع الشخصيات اللي شفتها على الطيران رايح جاي يعني كنت بتسفري خطوط متنوعة قوي ولا في حتة واحدة لا متنوعة فشفت جميع أنواع الركاب كل حاجة هل استفدت من دفع في حياتك في أدائك في خبرتك في أي حاجة؟ طبعاً ما بدأينا كنت بتكسف جداً دي كنت بتكسف ما تسألني شو الزادي يعني أنا كنت بتكسف أخش السوبر ماركت أشتري حاجة فكنت بتنشألاتي على السقف في زينات صدي ولويا بتكسف دي لا بعد كده بقى سبحان الله لما اشتغلت مضيفة تيران لا الموضوع مختلف خالص بقى يعني فكيت بقى وبقيت بشوف كل يوم 300 نفر في الطيارة وساعة بعمل التعليمات السلامة فكسرت فيها حتة الإحراج والكسوف وكبه بس وطبعاً بتشوفي ناس كتير قوي ونماذج كتير قوي ايه ممكن يكون أعنف موقف شوفتي على الطيارة؟ أعنف ولا أطرف؟ اللي انت عايزة أنا مع تحت أمرك طيب طريف يعني الناس اللي بتطلع لي بقى يعني هم بفاكرين أن هم عايزين يعودوا جنب بعض فبتطلع مثلاً الحاجة تقولي أوافين الحاجة بمحمد أقول لها أنا معرفش مين أبو محمد طب سواني كده قيتلي لأ ما أنا مش هينفع أخش من غير الحاجة أبو محمد طب أنا فانا نادي بقى يا حاجة يا أبو محمد فتقولي أنا عايزة جنب الشباك يا حاجة ما هم يشعين فتعودي جنب الشباك فيه رقم قالتلي لأ أنا دي واحدة تانية بقى أنا هاعد جنب الحاجة سهير يا حاجة سهير يا حاجة سهير والله العظيم بس فدي حاجة من الحاجات اللي نقل بس على فكرة الأمريكان يبدعوا في ده بقى الغتاتة بقى وبتاعتين هاعد جنب الشباك وما تشيل شنطتك ما تحطهاش فوقي ونزل الشنطة دي وحنا هحط شنطيتي لا أنا هحط عشان ما تمنفضلك مش لابسك كمامة هننزلوهم الطيارة ليه هم حاجات بايخة كتير ده موضوع الشنط ده ده احنا مرة متعركة بسبب اشتركوا في القناة شكرا